مجدداً طلاب اليمن أمام أبواب السفارات هذه المرة ينفذ طلاب الاستمرارية المبتعثون في ماليزيا اعتصاماً مفتوحاً أمام سفارة اليمن في كولولنبور للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتعثرة سوء أحوال الطلاب وصلت مستوى مهيناً إذ تعرض بعض الطلاب للطرد من سكناتهم والبعض بات يواجه شضف العيش وكأن الجوع والمهانة لصيقة باليمني أينما حل وارتحل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تناقل صورة أحد الطلاب في ماليزيا والذي قام بتمثيل مشهد انتحار لإيصال رسالة للحكومة الشرعية مضمونها لا يحتاج إلى تفسير أحد الطلاب المعتصمين قال إن كل ما تقدمه الحكومة عبارة عن وعود منذ أكثر من ستة أشهر بينما يتم اعتماد منع ومستحقات أبناء الذوات وأصحاب الواسطات ورغم الوضع المالي الصعب للحكومة وعجزها عن دفع مستحقات الطلاب المبتعثين إلا أنه يتم اعتماد طلاب جدد بتوجيهات من قبل نائب الرئيس ورئيس الوزراء ووزير التعليم العالي ومسؤولين آخرين في هيئة الأركان ليس بناء على الإجراءات القانونية بل على المحسوبية والنفوذ بيان للطلاب قال إن تخرج العشرات والمئات من الطلاب الدارسين يقابلوا بضم عشرات من أصحاب التوجيهات غير القانونية سفر اليمن في ماليزيا الدكتور عادل بحميد قال في مقابلة صحفية إن كشوفات الربع الأخير الواصلة من وزارة التعليم العالي وصلت بنقص مائتين وستة طلاب منهم من تخرج ومنهم من لازال مستمرا في دراسته وليس هناك أسباب لإسقاط مستحقاتهم ما يعرض السفارة لمشكلات كبيرة مع الطلاب يبدو أنه على الطلاب المبتعثين يخض غمار معركة احتجاجية قبل استحقاقات كل ربع مالي وأن يهان العشرات منهم في أكثر من مدينة حول العالم حتى تستشعر الحكومة مسؤوليتها وتصرف مستحقاتهم فقد أصبح الحق من هذه الحكومة مطلبا عزيزا يحتاج لإراقة ماء الوجه للحصول عليه